من عصامة الحكيم خلال التقرير ده وهي بشريات طيبة في عهد الثورة المجيدة نتكلم عن سودان جريد والاهتمام يبقى أكبر على السكة حديد غير ممكن توصل لنا كل خيرات السودان في كل مناطق السودان المختلفة كمان برضو ممكن تكون محرك رئيس للسفريات الداخلية والخارية كما كانت في العهد السابق إذن هي أمنيات طيبة إن شاء الله بأن تعود السكة حديد لسيرتها الأولى وأفضل إن شاء الله نعم ما سكة حديد فقط إحنا منطمح بأن السودان يكون مخدر مزدهر متطور في الأيام المقبل بإذن الله في عهد الثورة السودانية ونتكلم تحديدا عن الجامعات الجامعات السودانية الخاصة بالتحديد لأنه منلغي أنه في الجامعات الخاصة يمكن في بعض فرص التضييق حصلت في نظام العهل البيت الآن إحنا في ثورة سودانية جديدة ومجيدة قامت بمجهود الأشخاص والأفراد قامت بمجهود طلاب الجامعات الخاصة لو متذكرين يعني فبالتالي إحنا عايزين نتكلم عن مشاكل وتفاصيل تهم الجامعات الخاصة والأجنبية للناس اللي ظروفهم بتسمح إلا أنهم يكونوا في تعليم خاص وداخل الستوديو معنا دكتور عمر محمد أحمد عضو تجمع أساتذة الجامعات الخاصة والأجنبية أهلاً ومرحباك وغير كده هو محاضر في جامعة الأحفاد للبنات أهلا بيكم أستاذ أو دكتور عمر صباح الخير عليك مرحباكم غنات الشروق وأنا سعيد جدا بأنه استضيفي برنامج غنات الشروق على أساس أنه نحن نعرض المشكلة بتاعة أساتذة التعليم الخاص فنحن قبل ما نعرف بأساتذة المشكلة بتاعة التعليم الخاص نحن نتكلم عن دور التعليم الخاص والجامعات الخاصة تحديداً في الثورة السودانية دكتور بس اسمح لي لأنه حنجو في محور كذا لكن لو بداية تتكلمنا أنا آسف للمقاطعة توصيل الرأي لكن حنجو في محور آخر في تفاصيل الثورة السودانية ولكن لو تكلمنا عن التأسيس ذاته تحت الجامعات الأهلية والجامعات الخاصة ممكن مواعين الجامعات الحكومية قد لا تستقبل العداد الهائلة الكبيرة جداً من الطلاب في شتى أنحاء السودان فياد فكرة الجامعات الخاصة والجامعات الأهلية حتى تستوعب لنا أعداد مقدرة فلا أي مدى ممكن أسهمت الجامعات الخاصة والجامعات الأهلية في استيعاب شباب السودان في كل مكان والله يا أخي التعليم الأهلي في السودان هو تاريخه طويل يعني يعني بداية في العهد الإنجليزي في عهد الاستعمار كان بدأ في رفاعة بدأ الأب المؤسس لتعليم البنات في السودان اللي هو السيد بابكر بدري وبعده جاءت الراصمة ليلة وطنية وهي برضو كمان دخلت في التعليم الأهلي في السودان فالتعليم الأهلي إذا حسبنا عدد الطلاب البستوعبون التعليم الأهلي في السودان بنلقى العدد إذا ما زايد بيكون موازي للتعليم الخاص فالتعليم الأهلي في السودان هو أسهم في التنمية بتاعت السودان وأسهم في أنه يفتح فرص للطلاب ما في السودان بس أناس أنا بدرس في الجامعة ما قعد درس طلاب من السودان بس حتى كمان من الدول المجاورة فالتعليم الخاص هو حتى كمان بيخرج طلاب هم بساهم في التنمية في أفريغيا في الوطن العربي يعني بالإضافة لذلك داخل السودان فهو يعتبر هو إضافة في التعليم فدائما التعليم في كل نحن العالم بتقسم للتعليم العالي دائما في كل نحن العالم بتقسم للتعليم حكومي وتعليم خاص فالغطاء الخاص في السودان هو قائم بدور في التعليم وخرج طلاب وخرج ناس كتار جدا وأسهم بإسهامات كبيرة جدا في التنمية يعني ستكاد يكون كثير من طلاب نهم الآن في الكليات الطبية في المستشفيات حتى في الإعلام مجالات مختلفة أيضا في كل المجالات جميل دكتور عمر طيب تجمع أساتذة الجامعات الخاصة والتنمية في السودان عايزين نعرف الفكرة والأهداف لهذا التجمع طيب هي دائما زي ما بقوله هنى المصايب يتلم الناس نحن نحن طبعا في السادس الجامعات الخاصة الحكومة الإنتغالية اللي هي حكومة الثورة هي عملت زيادة في المرتبات بنسبة 569% في كل الغطاعات من ضمن الغطاعات كان الغطاع بتاع التعليم الحكومي بتاع السادس الجامعات الخاصة فنحن في الجامعات الحكومية فنحن في الجامعات الخاصة صراحة حتى الآن مرتبنا سابت عيني زماني زي ما قلنا وأنا جاي داخل على الاستوديو عندنا عضو التجمع معانا يسمو دكتور دكتور أحمد أنا من هنا بحيوه وبحيو كل أعضاء أساسة تجمع الجامعات الخاصة والدكتور على الدين والدكتور آمنال المستجرة الغانونية فقال هذا بحيوه 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 من الصرف من المرتبات يا دكتور أنا والله مأمل على تجمعكم ده كثير قل لي لأنه أنا مرتبي صراحة ما قادر إتمليه على الأولادي يعني أنا.. كل وضع عمو.. يعني.. هم.. المرتبي اللي بيصرفه الآن يعني.. نحن.. هو ما قادر يكفي على الأولاد يعني.. ونحن برا أنا أسعى عارفين أنه في جغال الوضع في السودان أصلاً حالياً وضع الاقتصاد صعب جداً نصدق أنه فينا نداتب بتاع موظف في جهة خاصة أو حكومية ما بيكفي إنه هو يعيش بيه ويعول بيه واسرده فهذا حاجة طبعية.. أنا دقيك حاجة غريبة جداً كمانا ميسا دكتور عالدين ده يطرق ليه قال أنا بعرف أستاذ بتاعين جامعات في بعض المدن شغالين درداقة يعني درداقة دي وأغرب حاجة قال دكتور عالدين ده قال فيه أستاذ بدع جامعة شغال صوى قطر طبعا نتو كلام ده مقوم مستوعد بالنسبة لي ما هي هاي صعبة يعني أستاذ بساعة العملية التعليمية في سلم التعليم في البلاد زول بيه تيدي هولدر يعني يكاد يكون بصورة زيدي نقول إنه قم للمعلم وفيه التبجيلة كاد المعلم أن يكون رسوله والاهتمام الركيز الأساسي بالمعلم لأنه هو بيصنع علينا أجيال مصابة لكل القادة الموجودين كان نتاج لتربية معلم حكيم ومدارس هي قدمت لهم الكثير لكن لو تكلمنا قد تكون في تساؤلات كثيرة صحيح أنه زمان لما كان فيه جامعات الحكومة والجامعات الخاصة أساتذة الجامعات الحكومية بيلجوا إلى الجامعات الخاصة حتى بحساسهم إضافية عشان يوفروا لقمت العيش الحالة بيستغلوا فيه المكانين الآن الدولة قامت بيارة المعلم مرتب قد يكون ممكن أن يلبي بعض المتطلبات لكن في الجامعات الخاصة أصبح المرتب ثابت يمكن أن يكون التناقض ما بين الجامعات الخاصة والجامعات الحكومية على سنة زمان الأستاذ الكام مساعد في الجامعات الخاصة بيصرف مرتب ممكن أعلى من أستاذ الجامعات الحكومية ما أنتم الآن بطالب من بيه؟ هل لديكم مذكرة معينة؟ أريد أن ترفع للجهات المسؤولة؟ طيب، نحن أول حاجة هي نحن عشان نحن مشكلتنا نفهم الهيكلة بتاعة الجامعة الخاصة هي ذاتها مبنية الهيكلة بتاعة الجامعة الخاصة مبنية على أساس أنه هي علاقة ما بين الملاك والموظفيين وفي عقود بطمدة الكلام بحيه، خلاص، نحن الحاجة طالبنا بها أنه رفعنا مذكرة لوزيرة التعليم العالي دكتور بروفيسور رينتصار صغيرون، وهي أنا من هنا بقولها جزاكة الله خير على سنة هي استجابة للمذكرة بتاعتنا وحددت لين اجتماع، إن شاء الله نحن حنجتمع معها في المستقبل على سنة نحن نديك النتائج بتاعة الاجتماع شنون، فنحن بنطالب بأنه أول حاجة يساوون بالأساس زب تعليم الحكومي، خلاص، في المرتبات، هم زمانة كان بيجونا كان الناس بتيكي تحسي المرتباتي في التعليم الخاص والحاجزين كده، خلاص، وكان بشوفوا نحن 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 أفضل منه، أيها أفضل منه، طيب، ثانيا، العقود بتاعة ما بين الأستاذ الجامعي والكلية، نحن نحن ذات نعاوزين نقدم مذكرة لوزيرة العمل ستبت دينا الشيخ، دينها الشيخ نحن نطالب بحقوقنا نحن نطالبي بحقوقنا. لا يمكن قد تجد الجرح والتعذي نعم، بس يعني بس لله طيب أنت ذكرت الملاك، الملاك موقفهم الآن يعني تجاه هذا التجمع شنو؟ وبالنسبة للتجمع شخصياً أنتوا كيف قدرتوا يعني اتواصلتوا مع بعض يعني فكرة التجمع لمطرحتوها ما بين القبول والرفض ما بين مؤيد ومعارض المشاكل لواجهتكم لغاية ما يتكون التجمع حالياً أنتوا ها بتقدمه مذكرة ورفحته مذكرة بتطالبه بيها بأسط الحقوق يعني والله يا أخي، الفكرة بتاعت التجمع قامت بأنه أي جامعة خاصة، أي جامعة خاصة عملت منذوب أوفدت منذوب للتجمع دعالصان هو يمثل الجامعة الخاصة دي في بعض الجامعات الخاصة ودت اثنين في بعض الجامعات الخاصة ودت واحدة ألاس، هننازل كلهم يجتمعوا مع بعض سفيرياً على الإنستجرام وعلى الواتساب خلاص، وعملوا حاجات منذ كلها فأكونوا التجمع حالياً فيه حوالي ألفين أستاذ من الجامعات الخاصة يعني فهو عدد كبير يعني ونحن الناس بفتكرة أنه كانوا في الخرطوم بس، لا ما في الخرطوم بس نحن في الولايات، في مدني، في كوستي، في نيالا، في نتاغ السودان وهو جنو، يعني أسي، في جزم في جزم بتاع بتاع التجمع بتاع اساس الجامعة الحكومية خلاص، الجزم دا لما نزاد المرتب نحن بلوم عليه أنه ما طالب بحقنا يعني التجمع بتاع اساس الجامعة الحكومية وهو تابع لتجمع المهنين نحن، نطلق، نسأل المرتبط، نحن نغاق، نحن نسأل المرتبط، نحن نقطوع نحن نقطوع، ثانيا، في نغاية جديدة نحن نقص بجزم بتاع الجامعة الخاصة وبذلك، نحن نكون جزم لحجم وهو لدينا نظام الأساسي، لدينا نظام أساسي، لدينا كل اعلام، نظام لدينا رسمي جزم موازي من الجامعة الحكومية ما يكون موازية لكن هو بمسل ناس الجامعة الخاصة طيب يا دكتور لنا سأل نقطة ممكن تشكل لنا محور القادم اللي هو أنه موقف ملاكة قد يرى المسؤول الحكومي أنه في الجامعات الخاصة مقابلة الطالب بيدفع مبالغ كثيرة عشان يلقى الدراسة والمعينات البيئة اللي بتكون صالحة فممكن يقول المشاهدة اللي بتابعنا الآن والجهات المسؤولة أنه هل ممكن برضو الملاك يوفرهم الرسوم الكافية بالنسبة لأستاذ الجامع مقابل الأعداد الكبير اللي بتجي من قبل الطالب يعني القروش أنا لاحقق على السؤال والحاجة أنا أعجل سؤال جيد جدا ما نحن دارين زيادة من الملاك لكن برضو كمان الملاك لازم يكون عندهم تغطية تغطية على صنو الغطة الزيادة دي نحن عندنا الخطاب مدلنا للوزارة المالية نحن الملاك ليس عندهم حيات عندهم حيات يتفعل الرسوم للتعليم للوزارة التعليم العالي عندهم الحيات يأتي من بره فيها درائب فيها جماري فيها حاجزة بكثير خلاص فنحن نطالب بأنه نزيد بس نطالب برضه كمان يسحلوا للملاق على صنعهم الدولة ما تضغطهم ما تضغطهم في الاحتياجات في الرسوم في حاجزة بكثير طيب المزعل بتعطى الرسوم طبعا دي مزال فيها كريتيكال أي طالب جامعي بيدخل سنولع تخرج بالرسوم اللي دفع بها وهواد سنة وبتختلفوا بالزيد كل سرم لزول الدخل الأول سنة إلا أيضا من fulfill الأدفع اللي بعدها في معضة الجامعات بتحجل سياسي فبعضة الجامعات Bendit لكن بعض الجامعات لكن بهزود الرسوم التكفيلي بزود الرسوم التكفيلي لكأن الرسوم الدراثيات Quincy هلس لو conseقتاة أن Minute إنه يزيد مزيادة الآن نتوقع أن يكون هناك زيادة للرسوم في الدبعة الجائعة هذا المتوقع في كل مدارس ومع المدارس ومع الحاصل أيضا يمكن المدارس يبحث عن المناغ على تزيد الرسوم للجامعة الخاصة ويمكن أن تكون تسهيلات تسهيلات أفضل كيف تقصد التسهيلات؟ يعني نزل بستورد كتب بستورد كتب التفاصيل التعليمية بستورد كتب عندهم نزات الرسوم يدفعوها في وزارة التعليم العالي الوزارة تشيل معاون جزء من الحاجة دي إذا كان أنا حملتها على الوزارة شوية جميل في بداية برضو يعني حوارنا معاكتة ذكرت موقف حقيقي وشاهد للعيان للجامعات الخاصة والأجربية في الثورة السودانية خلينا نتكلم عنها والله الثورة السودانية هي قصة ثانية الثورة ديسمبر نحن سعيدين جدا بأنه حضرنا زمانة يعني صراحة يعني فهي من الأحداث التي لا تتكرر الثورة حدثت في اكتوبر 64 وفي أبريل 85 فهي بتحدث يعني أسي آخر الثورة حدثت كان عمرها 36 سنة ولا حيزة ولا 34 سنة حيزة دي فنحن سعيدين جدا بأنه كنا حاضرين الثورة دي الثورة اللي من بدت النظام السابق قفل الجامعات الحاكمية كلنا نعرف الكلام قفل المدارس قفل المدارس وقفل الجامعات الحاكمية في بعض الجامعات الخاصة ما استحملت الحتة قاموا فتحهم هم قفلوا الجامعات الخاصة لفترة محدودة قفلوا لمدة خمستاريوم بعد خمستاريوم ثاني الجامعات الحاكمة أنا مترحم على جميع شهداء ثورة ديسمبر وهو شهداء التعليم الخاص وعلى رأسهم أي قونت شهداء التعليم الخاص الشهيد محجوب التاج صحيح طيب يا دكتور فالجامعات الخاصة قد أنا أعطيك شوية هي غادت الثورة في ظل أنه الجامعات الحكومية لما كانت مقفولة شوفنا شوفنا طلاب الجامعات الخاصة بيبسلوا كل الجهد بجوار 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 في الاعتصام بجوار الخيمة كانت في خيمة جامعة خاصة وأنا كان فيها طلاب فطلاب الجامعات الخاصة قبلوا بلاها حسن وستاذ الجامعات الخاصة قبلوا بلاها حسن جدا في الثورة فأنا في ناس بعرفوني عن طريقة فيس بوك كنت تبطل على طمع اللايف من وسط المظاهرة كنت قائد كنت معتغل كنت معتغل كنت معتغل هي تفاصيل واجب وطن نحن نكون مع الشهد مع الشهد عموما كان دور الماضي في الثورة السودانية نحن لم ننكر دور الأستاذ وننكر وكفته وننكر مجهوده الكبير المفذول في الثورة السودانية نترحم على كل من رحله وعلى ذكرهم الأستاذ القدير طيب لو كان في إشارات نقاط التجمع هو الجسم الممكن يضم لنا كل أساتذة الجامعات الخاصة والأهلية في كل مناح السودان ذكرت العضوية انفتعت على كل ولاية السودانية لكن الآن الذي يرغب في التسجيل حقوقه مهضومة من قبل كل أساتذة الجامعات اللي بتابعون الآن عبر منصة الشروف هل عندكم طرق معينة مكاتب معينة لاستغبال الشكاوى وبرضو لانضمام العضوية أكثر حتى التوسعكم بالصورة المطلوبة طيب طبعاً الزمن ده الحاجة الإسفيرية جنبت هي فعالة على تاريخ نحن عندنا جروب على الواتساب لدينا أربع قروبات على الوتساب يعني الأربع قروبات تلك المفتوحة لكل الإساس لدينا موقع على الفيسبوك ونحتاج الاتباس عمل على تليجرام موقع تليجرام لدينا تكون مفتوح جميلة ماذااع هو دحق من حقوقه لكننا فقط ظهرنا في الإعلام لكنه هو دحق من حقوقه ما يضمون لنا عن طريق الواتساب الآن وعن طريق الإيميل وعندنا أيضا مكاتب في السوق العربي فإذا كان في زول دائرة تصل بيننا يمكن أن يقول تلفنا على الهواء لكنه طبعا انا ذكرت عن صفحة الفيسبوك مكتوبة بتجمع تجمع أساتي الجامعات الخاصة والحكومية في السودان بذات الإسم لأنها تتلقى سوداني لتجمع أساسي ونميبارة نعم نتمنى لكم التوفيق ونسمع كل خير ينطلقوا كل مطالبكم كل حقوقكم عبر الوسائل المختلفة اللي أنت تقومون بيع حاليا في الحصول على هذه المطالب شكرا دكتور عمر محمد أحمد عضو تجمع أساتي الجامعات الخاصة والأجنبية في السودان ومحاضر بجامعة الأحفاد للبناط شكرا جميلة لكم شكرا جزيلا شكرا جزيلا نتواصل معكم اشتركوا في القناة